ما نتراجع مادة الإنجليزي مادة الإنجليزي مادة سهلة وكل ما ممكن نقدر نجيبها درجات عالية ولكن إذا عرفنا شون راجع أول شي لازم نعرف محتوي كتابنا شنو بيه؟ أول شي أبدي شنو شغلات اللي تنجحني أول شي شنو ينجحني واللي ثابتة درجتي بيه؟ ممكن أنه أبدي بالقواعد أنا عندي كم موضوع بليت الأولى تسع مواضيع أسهل مواضيع وأكثر درجات تجي منها بالثانية عندي لازم أعرف المواضيع خمس مواضيع مضمنها الإملاء طبعا عندي أيضا بالثالثة عندي أربع مواضيع بالرابعة ما أكو مراجع أو السنة ملغية والخامسة أكو أربع مواضيع بالسادسة أكو موضوع واحد قواعد وبالسابعة أكو موضوعين سهلات كلش قواعد أضمنها 25 موضوع عندي هي والإملاء 35 درجة أسيطر عليها سيطرة كاملة وكل القواعد أكملها وامتحم بيها شون امتحم بيها بالأسئلة الوزارية والمصحح لا يستطيع أن يقص مني ولا يستطيع أن يزيدني أيضا لأنه لا تقبل الغلط الإنشاء 20 درجة إنشاء أحفظ على الأقل فد خمس إنشاءات السنة الإنشاء أهتم بشغلات أول شيء أكتبها العنوان مالتما أنسي أخلي فقراتي ببالي إن إنشاء محتوياتها إذا إنشاء ليس إنشاء وإيميل ورسالة الرسالة بس موجودة بيونة 6 شكوية المصرف رسالة الرسمية تختلف عن الإيميل والإيميل موجودة بيونة الثانية والبقية إنشاءات أكتب هواية الإنشاء على ما تتعود إيدي وتأخذ عليه وترجم ووفهم معناه بالإمتحان أخطط الورقة منها ومنها وأهتم بالخط أنطف وقت إضافي للإجابة على الإنشاء بالإمتحان إذن أركز على أثنين أن وصلت قواعد 35 درجة إنشاء 25 درجة وإن أذهب إلى القصص الأدبية اللي هي الكناري أحفظ حياة الكاتب للأثنين حفظ لأنه درخ وعشر عندي عشر أسئلة أسويها على السوينج عشرة فقط إذا ضبطتها خلاص أجاوب على كل سؤال ونفس الشيء الكناري تختلف عن السوك شنوة؟ الكناري لازم أقراها عدة مرات وفهمها أشوف يوتيوب عليها أشوف هواية فيديوهات وكل شيء ما أحفظ سأله أروح على الوزارة فقط أشوف نفسي أقدر أحل وما أحل خلاصنا من الأدب لماذا بدأت بالأدب؟ لأن القطع القطع اللي هي تسع قطع السنة عشر درجات والأدب قصتي عشر فياهو أركز أكثر شيء أولا على الأدب اثنين أروح على تمارين الحفظيات خلي نقول اللي نسميها أسقاطات وتوصيلات أحل شكوا بالكتاب أحلها عدة مرات وأطبعها بالي وخلي دلائل مثلا أتعلم قواعد أيضا ممكن أن نسوي فيديو آخر وقد عندي القطع القطع خليها آخر شيء القطع لازم أفهمها قطعة وقطعة وطلع شغلاته المهمة أجي على زيد طارق زيد طارق طارق من العراق أمين كان يذهب؟ أذهب إلى شرم الشيخ هناك كان يشرب فيه فجأة حاس أن شيء يضعه وقد رأيته في الماء وقد رأيت الشارك وقد تحاول أن يسوء وقد صرخ بأعلى صوته لأنه قدرد أن يكون موت لأنه عرف أنه قريب من الموت أو لأن الشارك بيتهزعه بعدين تأتي مراحل الإنقاذ مراحل الإنقاذ الأولى هي سيكس دولفين ميدا سيركل أراؤدهم وفرانتيج شارك بعدين تدخل لنا جميل العلوي اللي هو كوستغار وش سوى هو؟ هي رسكيودهم لما تأتيني وات أعرف أنه سيكس دولفين لما تأتيني هو أعرف أنه جميل العلوي أميز لازم هذنه ش سوى جميل العلوي هي رسكيودهم باي باوت يجينا أحمد المصري لدخل على القصة اللي هو شريك جميل العلوي أحمد المصري هي رسكيود جميل العلوي ش سوى أحمد المصري تسمى المصري شنو كان ينتظر زي طارق على البحر أمبلانس عرف الكتابة مالتها وين كان طارق تأتي جملة مبنى المجول كان يتأتي إلى شرم الشيخ ما قاله شخبر الصحفين من هذن بيد في المصري بل أخبرهم أن الشارك لا يريد أن أعرف لي كمي لكن شكرا شكرا الطالب اللي مقاري رح يأخذ الجزء الأول من الموضوع اللي هو إذا مقاري يروح واق رئيساً عن وزاراته شوف وين التركيز على القواعد وعلى الإنشاء اللي أقدر أحق به ندرجة على الأدب أول شيء هذا اللي أسيطر عليهم وبعدين ننتقل إلى الشارات الأخرى اللي متأخر مقاري أتمنى لكم كل موفقية إن شاء الله وأشوفكم على خير تحيات